اخر حاجة حنقولها قبل ما نطلع اول فاصل انا عارفة طبعا ان كلكم عارفين ان بكرة التصفيات الافريقية لكأس العالم المنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن سياخد بكرة تحدي مهم امام منتخب بوركينا فاسو في الجولة التالتة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 باستاذ القاهرة الدولي وزي ما المصريين بيقولوا في الاستاذ اوبا ايه اوبا ان شاء الله حنكسب ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 26 قبل مواجهة بوركينا فاسو منتخب مصر 6 نقط منتخب بوركينا 4 نقط منتخب غينيا بيساو 4 نقط منتخب سريليون نقطة منتخب اسيوبيا نقطة منتخب جيبوتي نقطة سفر سفر منتخب جيبوتي بكرة الماتش في تصفيات كأس العالم الساعة 10 بالليل طبعا كلنا متابعين ان مو صلاح وصل وانضم للمنتخب والفريق ما شاء الله يا رب كده يبقى بيبسطنا والمصريين اشتروا التذاكر وبكرة كلهم رايحين لاستاد يرفعوا عالم مصر ويشجعوا منتخبهم القومي ومحمد صلاح والكابتن حسام حسن واحنا كلنا عندنا ذكريات جميلة عن منتخبنا القومي خليني بقى اقول لكم وانا عجوزة شوية لما شاركنا في كاس العالم ايام الكابتن الجهري ايام الجون الشهير بتاع مجدي عبدالغني لما كنا بنلاعب هولندا ونلاعب اسكتلندا ودي كانت ايام مش عايزة اقول لكم لما طلعنا تصفيات كاس العالم وانزلنا في شوارع مصر وبالاعلام نرقص ونغني ونهتف باسمه مصر والكابتن محمود الجهري قادر المنتخب وروحنا وانبسطنا وسقفنا احنا كنا وقتها في واحد من العدد الفرق التي تأهلت للمشاركة وده كان بالنسبة لنا شيء عظيم كمان احنا كلنا فاكرين المشاركة الاخيرة في كاس العالم في روسيا لما الماتش كان خلاص وبعدين جي البلنتي ومحمد صلاح شاطر البلنتي وطلعنا كاس العالم وكانت ليلة ان شاء الله بكرة نكسب وان شاء الله في كل الماتشات نكسب وان شاء الله نوصل كاس العالم وان شاء الله تبقى كل ايامنا سعيدة وتاني وتالت وعاشر بقول زي كل الناس اللي حتقول بكرة في الاستاذ وقبا ايه قبا ان شاء الله حنكسب